اكد امين عمان عقل بالتاج ضرورة مواصلة العمل لازالة الاتربة ومخلفات البناء التي سارت مع جرايان المياه واعاقة التصريف كما اكد ضرورة استمرار اعمال النظافة وعودة الامور الى طبيعتها وجاء ذلك خلال ترأسه لاجتماعا ضم عددا من المسؤولين المعنيين في الامانة لبحث ما جرى يوم امس خلال العاصفة الرعدية واكد بالتاج ضرورة تعزيز الجهود بالتنسيق مع الجهات الرسمية الاخرى والتي لها ادوار رئيسية في مثل هذه الظروف الجوية وتقديم المساعدة والعون لها خدمة للمواطنين كما قام امين عمان ايضا يرافقه عدد من المسؤولين بجولة شاملة المناطق التي شهدت جريانا غزيرا للمياه وانجرافات للاتربة هذا وقد تعاملت اجهزة الامانة المعنية من خلال غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف الطوارئ في مديريات المناطق طوال يوم امس مع 265 حالة طلب مساعدة مختلفة ناتجة عن الظروف الجوية اشتركوا في القناة